كيش نخوه كيش والو فانا نشوفه فيهم تلما انت حقلك انت هذا ملك من المولوك هكذا يجي انت يستقبل لك الباب هذاك وميجيش يحضر القيمة العربية واشه منه واشه من العرب تحكي عليهم انتهي المهم ما عشي اللي حصل هما ذو كائنين الناس اللي راهم هما في السلطات ولا من الناس اللي هما راهم من الخدم انتهيهم كانوا يحوسوا بأي وسيلة هو انه المهم تفوت هذه تاع القيمة العربية وراها ناجحة بصنة نبي لكن فيما بعد واش راها رايح يكون لما انت ذوك راك نجحت القيمة اللي راك انتهي في الجزائر ولكن فيما بعد هاو غضوة ذوك مثلا لو كان يصر مشكلة للفلسطينيين معها الاسرائيليين ويعود تصور فيه حرب واش تديروا رايحين تتخذوا مواقف رايحين تخرجوا الجيوش رايحين تخرجوا هذي الاسلحة هذي اللي راكم تديروا بيها في الدفيلية هذو كرخم رايحين تخرجوها وتخرجوا الاسرائيليين هذو يعني عارف بلي ما تديروهاش وما تقدروش تديروها بل رايحين تديروا مواقف حتى مع هذي الدول اللي مرايش هذي السلاح ما تقدروش مدام راهو القمح راهو يجي من الخارج والبابي طوالات راهو يجي من الخارج تقدرو ديروهولو تم تفحالوا في شعوب برك سواء في المغرب والله في الجزائر والله في تفحالوا في شعوب اه في شعوب كيتحبوا تمنعوا واحد من الدخول للبلاد ما يدخلش لكن أولاد الحركة والي بين وارا يدخلوه انتم تحقروا المواطنين هذوك شوكر عليهم خاصة لما يمكنكم ربي اللي في الداخل ممنوع يخرج واللي في الخارج ممنوع يدخل هذوك تقدرو لهم واللي مرضى مركي في الحيط أما باش تنهضوا بالبلاد وتنهضوا بهذه الأمة العربية هذي لا أعتقد من أنه هذا الرهوط هذو هرحين يقوموا بهذه الأمة العربية هذي الإنسان اللي يصرف بالمليارات والإحساب ويروحوا كنتال المواطنين ويديروك عليهم سبيتش هكذا قدام الإعلام مهم أربي يهديكم هذا واش نقولو